اشتركوا في القناة هذه المرة في حلقة من حلقات البيان اليوم ان شاء الله سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا للغاية وهو موضوع المجاز والاستعارات طبعا هذا الموضوع فيه كثير من الكلام وبعض التلاميذ أو كثير من التلاميذ من يجدون صعوبة في التمييز ما بين المجاز المرسل والاستعارة والكناية وغير ذلك من هذه المصطلحات ومفاهيمها ولذلك اليوم ان شاء الله سوف نقدم هذا الدرس حول المجاز اذا ما هو المجاز ينقسم المجاز الى قسمين لما نقول كلمة المجاز هكذا دون اضافة المجاز ينقسم المجاز الى مجاز لغوي ومجاز عقلي مجاز لغوي ومجاز عقلي سوف نعرف المجاز اللغوي ثم نعرف المجاز اللغوي وتفاصيله ثم نعرف المجاز العقلي المجاز اللغوي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة اذا هو استعمال اللفظ في غير معناه او في غير ما وضع له لعلاقة اي بسبب علاقة بمعنى أننا نستعير المعنى كل الألفاظ لها مدلولات معينة كل الألفاظ لها مدلولات أو لها معاني معينة فنحن نستعير ذلك اللفظ الذي يوضع لمعنى معين نستعيره ونوظفه لمعنى آخر معنى مجازي تعبيري وتكون طبعا هناك علاقة بين المعنى الحقيقي الذي يستعمل له اللفظ وما بين المعنى الذي عبرنا به طبعا هذا الكلام مجرد لذلك نحتاج إلى أمثلة حتى نفهم قلت هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة أي بسبب علاقة هذه العلاقة تكون مناسبة ما بين المعنى الحقيقي المستعمل في العادي لللفظ والمعنى المجاز أو المعنى الذي استعملناه أو المعنى الخيالي أو الاستعاري الذي استعملناه ويكون استعمال القارنة مانعا من إرادة المعنى الحقيقي أي هناك قارنة هذه القارنة قد تكون قارنة لفظية أو تكون قارنة حالية سوف نتكلم عن هذا الأمر تكون هناك قارنة لفظية في البداية نتكلم عن اللفظية تمنعنا من أن نفهم أن هذا اللفظ استعمل في معنى الحقيقي الذي استعمله عاديا نضرب مثالا فنقول رأيت أسدا يلاكم رأيت أسدا يلاكم إذن تفهم أنت الآن من هذه الجملة أننا نقصد شخصا أو إنسانا يلاكم نحن لا نقصد الأسد إذن استعملنا لفظة الأسد أو كلمة الأسد الأسد تعني حيوان معروف مفترس يعيش في الغابة يقولون عنه ملك الغابة وهو الأسد نحن استعرنا أو استلفنا هذا اللفظ هذه الكلمة استلفناها من المعنى الحقيقي لها وهو التي تطلق على حيوان استلفناها واستعرناها واستعملناها للدلالة على شخص على إنسان وهو الملاكم لماذا استعرنا هذا اللفظ ولم نستعر لفظا آخر مثلا استعرنا هذا اللفظ لوجود علاقة علاقة المشابهة بالتأكيد أو بالتحديد ما بين هذا اللفظ وهو الأسد وما بين المعنى الذي استعملناه له وهو الملاكم ما هي العلاقة؟ هي علاقة التشابه هناك تشابه ما بين الأسد وما بين الملاكم ما بين صفات الأسد من قوة وجرأة وشجاعة وما بين هذا الملاكم كيف عرفت أنني عندما قلت لفظة الأسد هنا لا أريد الأسد الحقيقي لأن هناك قارنة هذه القارنة هي يولاكم هي التي فهمتني أو أفهمتني بأنني أعني هذا الملاكم أعني شخص آخر إنسان آخر ولا أعني الأسد الحقيقي إذن هناك كلمة تأخذ أو تصرف عن معنىها الحقيقي وتستعمل في معنى آخر هناك قارنة قد تكون لفظية أو حالية قد تكون لفظية كما في هذا المثال هناك قارنة كلمة لفظ يمنعنا من أن نفهم أن المعنى هو المعنى الحقيقي ولكن قارنة توضح لنا أن المعنى المراد هنا هو معنى مجازي أي رأيت أسد ولكن لا يوجد أسد ولكن وإنما استعرت لفظة الأسد هذا هو المجاز اللغوي وهناك أمثلة أخرى سنفهم إن شاء الله القارنة قد تكون لفظية وقد تكون حالية أي تفهم من سياق الكلام قارنة لفظية مثل المثال الذي قلناه يعني هناك لفظة تبين لنا المعنى هناك لفظة تبين لنا المعنى وقد تكون حاليا أي نفهمها لا يوجد كلمة تبين لنا ولكن نفهمها من سياق الكلام وسنضرب أمثلة إن شاء الله الله تعالى وكلما أطلق المجاز يعني كلما قلنا كلمة المجاز وحده هكذا بدون إضافة أريد به المجاز اللغوي لما نقول إذن هناك مجاز عقلي وهناك مجاز لغوي لما نقول المجاز ونسكت لا نقول عقلي ولغوي فإننا دائما نريد به المجاز اللغوي لا نريد المجاز العقلي إذا أردنا أن نقول مجاز عقلي نقول مجاز عقلي لا نقول مجاز إذا قلنا المجاز فإننا دائما نريد المجاز اللغوي طبعا قد يبدو أن المجاز يستعمل كنوع من الكذب أو التضليل فالحقيقة أن المجاز موجود في كل لغات تقريبا حتى في اللهجات العادية فإنسان يستعمل هذا المجاز خاصة المجاز العقلي يعني نستعمل هذه الكلمات كل الناس البلغاء من الناس وحتى الناس العاديين حتى في الدريجات من اللغات يستعمل المجاز بكثرة وهو ليس من الكذب ولا من المراوغة ولا غير ذلك كل الناس البليغ يستعمل المجاز والإنسان العامي العادي يستعمل المجاز في كلامه وبالتالي فهو ليس كذبا ولا تحايلا ولا مغامرة ثم هذا المجاز العقلي وهو النوع الثاني إذا عرفنا المجاز اللغوي قلنا هو صرف لفظ أو نقله عن معنى الحقيقي إلى معنى آخر مجازي بوجود قارينة تمنع من أن نفهم أن ذلك اللفظ صرف في معنى الحقيقي الآن المجاز العقلي ما هو هو إسناد العمل إلى غير أهله إذا أسندنا عملا أو أرجعنا عملا إلى غير أهله فهذا مجاز عقلي تلاحظوا لا يوجود للفظة هي قارينة لا يوجود للقارينة اللفظية إذن فهو مجاز عقلي أي ليس هناك نقل لكلمة عن معنى الحقيقي بل هناك إسناد عمل إلى غير أهله مثال شاف الطبيب المريض المعلوم أن الطبيب لا يشفي المريض الشافي هو الله سبحانه وتعالى ولكن نسبنا الشفاء إلى الطبيب من قبيل المجاز العقلي فقط لأننا نعرف أن الله هو الذي يشفي لكن سبحانه وتعالى لكن الطبيب كان السبب في هذا الشفاء فهذا من المجاز من باب المجاز العقلي وليس من باب المجاز اللغة لما نقول بان المهندس عمارة نقصد أن المشرف صمم التصاميم وأشرف على البناء يعني وقف على رأس العمال وهو وجهه لكنه لم يبني بيده يعني لم يضع لبنات ويضع الإسمة بينها ويضع الأعمدة والخرصانة وما إلى ذلك إذن فهذا مجاز عقلي نسبنا البناء إلى المهندس في حين أن المهندس كان مشرفا فقط ولم يبني بيده لو قلنا مثلا سرح المصنع العمال سرح بمعنى أخرجهم من العمل سرح المصنع العمال ما معنى سرح المصنع العمال هل المصنع إنسان حتى يتكلم مع العمال ويسرحهم المقصود أن إدارة المصنع هي التي سرحت العمال فنسبنا تسريح العمال إلى المصنع وهذا من المجاز العقلي إذن هذا هو المجاز العقلي وهو إسناد الأمر إلى غير أهله نرجع إلى المجاز اللغوي ونتكلم عن أقسامه يقسم المجاز اللغوي أول إلى الاستعارة إذن وصلنا إلى لب الموضوع إذن لما نقول المجاز اللغوي فنحن نقصد أحد أمرين الأمر الأول وهو الاستعارة ما هي الاستعارة؟ هي مجاز لغوي طبعا يقوم على المشابهة بين طرفين يغيب أحدهما ما هم هذا الطرف؟ هم المشبه والمشبه به يغيب أحدهما أي يغيب إما المشبه أو المشبه به وأقصر تعريف للاستعارة أسهل تعريف طبعا هو أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه الاستعارة سواء تصريحية أو المكنية تشبيه حذف أحد طرفيه أي حذف المشبه أو المشبه به مثال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لاحظ كتاب أنزلناه إليك وهو القرآن الكريم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هل القرآن جاء سؤال لإخراج الناس من الظلمات إلى النور أم لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام أو إلى الإيمان إذن واضح أن هناك استعارة هناك مجاز فالقرآن أخرج الناس من الكفر إلى الإيمان فشبهنا الكفر بالظلمات لأن الكافر يتخبط في عقيدته ويتخبط كل مرة يعبد شيء ويتخبط في أخلاقي وفي تصورات وفي المفاهيم فهو في ظلام بينما المؤمن يعرف الحقيقة يعرف أن لهذا الخلق أن الخالق والذي خلق كل شيء وأنه الذي يجب عبادته سبحانه ويعرف الشرائع ويعرف الأخلاق ويعرف النهاية والبداء وكل شيء فهو كما الإنسان الذي في النور ويرى كل شيء أمامه واضحا فشبهنا الكفر بالظلمات وحذفنا الكفر وتركنا المشبه به وهو الظلمات وشبهنا المان بالنور وحذفنا المشبه وهو الإيمان وتركنا المشبه به وهو النور فهي استعارة تصريحية أو هما استعارتان تصريحية استعارة الأولى عندما شبهنا الكفر بالظلمات وحذفنا المشبه وهو الكفر وتركنا المشبه به إذن فهو تشبيه حذف أحد طرفه الطرف الذي يحذف هنا وهو المشبه إذن فهي استعارة تصريحية سوف أنا أشرح للإستعارة تصريحية والمقنية إلى النور النور يقصد به الإيمان فشبهنا الإيمان بالنور وحذفنا المشبه وهو الإيمان وتركنا المشبه به وهو النور فهي استعارة تصريحية إذن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه أيضا النوع الأول قلنا هو الاستعارة تصريحية ضربنا مثال مثال الثاني حين يصرح بالمشبه به ويحذف المشبه قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهَ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهَ المقصود بالميت هنا هو الشخص البعيد عن الله تعالى أو عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو الكافر أو غير ذلك أحييناه بالقرآن أحييناه بالإيمان أحييناه بالإسلام فشبهنا الإنسان البعيد عن الله بالميت وهو فعلا ميت وشبهنا الإنسان الذاكر لله المؤمن بالله بالحي وحذفنا المشبه وهو البعيد عن الله وتركنا المشبه به وهو الميت وحذفنا الإنسان القريب من الله المشبه وذكرنا المشبه به وهو الإنسان الحي فهي استعارة تصريحية استعارة تصريحية إذن استعارة تصريحية هي تشبه الحذفة منه المشبه وصرح بالمشبه به وسنذكر أمثلة أخرى إن شاء الله ثانيا الاستعارة المكنية وكلمة المكنية يعني المستورة أو المستترة حين يحذف المشبه به ويذكر المشبه مثال ذلك قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبا على لسانة زكريا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام واشتعل الرأس شيبا سؤال ودائما الاستعارات والمجازات المجاز المرسل دائما نفهمه بالسؤال أولا نشرح ثم نحكم الحكم هل هو استعارة مجازية أو مكنية وليس نحكم الحكم ثم نشرح لا هل الرأس يشتعل هل الرأس يشتعل الجواب لا ما هو الذي يشتعل ما هي التي تشتعل هي النار النار هي التي تشتعل إذن فشبهنا اشتعال الشيب في الرأس بالنار شبهنا اشتعال الرأس بالشيب باشتعال النار هل ذكرنا النار المشبه به؟ لا لم نذكر المشبه به النار ولكن جئنا بصفة من صفته أو بقارينة تدل عليه ما هي هذه القارينة؟ هي قارينة اللفظية أكيد عرفتم وهو هي اشتعلة لما قلنا اشتعال سوف تفهم أن المقصود هو النار اشتعال النار لكن هنا اشتعال الرأس شيبا وبالتالي فشبهنا الشيب الموجود في الرأس بالنار والدليل على ذلك هو قارينة اللفظية اشتعال فهي استعارة مكنية لأننا حذفنا المشبه به حذفنا المشبه به وهو النار وذكرنا المشبه وهو شيب الرأس مثال آخر ضحكت الأيام لنا ضحكت الأيام لنا أكيد تسأل هل الأيام تضحك؟ الأيام لا تضحك من الذي يضحك؟ الإنسان هل هناك موجود الإنسان؟ لا إذن شبهنا لعلك أدرك أننا شبهنا الأيام بالإنسان وحذفنا المشبه به وهو الإنسان وذكرنا المشبه وهو الأيام وبالتالي فهي استعارة مكنية لأننا حذفنا المشبه به وصرحنا بالمشبه بعض التطبيقات لنفهم الموضوع أكثر إذن رأيت ناب الحرب بادية رأيت ناب الحرب بادية سؤال هل الحرب لها ناب؟ هل الحرب لها ناب من الأنياب؟ لا الحرب ليس لها ناب من الذي له ناب؟ المخلوق الإنسان الحي أو الحيوان وهنا الحرب طبعا قوية ومخيفة إذن فشبهناها بحيوان قوي ومخيف إذن حيوان مفترس إذن شبهنا الحرب بالحيوان المفترس والقارينة هي الناب شبهنا الحرب بالحيوان المفترس وحذفنا الحيوان المشبه به وهو الحيوان المفترس وذكرنا المشبه وهو الحرب فهي استعارة مكنية مثال آخر لما تقول أصفرت الشمس عن وجهها فبهرت الناس بجمالها هل الشمس لها وجه؟ الشمس ليس لها وجه من الذي له وجه هو الإنسان طبعا؟ طبعا والكائنات أو أكثر الكائنات الحية إذن ما المقصود هنا؟ المقصود هنا فتاة جميلة فشبهنا هذه الفتاة بالشمس وحذفنا المشبه وهو الفتاة وذكرنا المشبه به وهو الشمس شبهنا الفتاة بالشمس لكننا لم نذكر الفتاة ولكن ذكرنا المشبه به وهو الشمس فحذفنا فسميت استعارة تصريحية ما هي القارينة؟ كيف فهمنا هذه الاستعارة تصريحية؟ عن طريق القارنة وجهها فالوجه الشمس ليس لها وجه بل الإنسان له وجه ولذلك هذه القارنة اللفظية هي التي جعلتنا نفهم هذه الاستعارة التصريحي طبعا يرجى مراجعة التسجيل أكثر من مرة وسيفهم المتابع بإذن الله تعالى إني أرى رؤوسا قد أينعت أينعت يعني نبتت أو ناضجت أو طال نبتها وحان قطافها حان قطافها أي اقتطافها كما تقطف الزهرة أو النبات أرى رؤوسا قد أينعت السؤال هل الرؤوس تنبت لا ما الذي ينبت النبات إذا شبهنا الرؤوس بالنبات وحذفنا المشبه به وهو النبات وذكرنا المشبه وهو الرؤوس فهي استعارة مكنية لأننا حذفنا المشبه به وهو النبات وذكرنا المشبه وهو الرؤوس لما نقول بكت السماء هل السماء تبكي؟ لا من الذي يبكي؟ الإنسان هو الذي يبكي إذن شبهنا السماء بالإنسان وحذفنا المشبه به وهو الإنسان وذكرنا المشبه وهو السماء كيف عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا أننا نقصد الإنسان؟ لأننا بالقارنة لفظية وهي بكت وهي بكت إذن بكت السماء أي شبهنا السماء بالإنسان الذي يبكي وحذفنا المشبه به وهو الإنسان وأبقينا على المشبه فهي استعارة مكنية إذن المجاز المرسل وهو القسم الثاني من المجاز اللغوي إذن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين أعيد المجاز اللغوي هناك مجاز المجاز ينقسم إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي المجاز العقلي الآن دعونا منه لا نتكلم عنه نحن نتكلم عن المجاز اللغوي قلنا المجاز اللغوي ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل تكلمنا عن الاستعارة بنوعيها الآن نتكلم عن المجاز المرسل المجاز المرسل حين تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي لللفظ والمعنى المجازي ليست المشابهة وإنما علاقات أخرى سوف نتكلم عن هذا المجاز المرسل إن شاء الله في حلقة أخرى المهم أننا نريد أن نفهم الاستعارات هذا يعني مخطط من أجل أن يسهل حفظ واستظهار هذه المعنى إذن المجاز عموما يقسم إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي وهو المقصود هنا المجاز اللغوي هذا ينقسم إلى قسمين إلى المجاز المرسل نتكلم عنه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والاستعارة إذن المجاز اللغوي ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة والاستعارة تقسم إلى تصريحية حذف المشبه وذكر المشبه به ومكنية حذف المشبه به وذكر المشبه هذا هو المجاز إذن فنحلو لما تكون عندنا جملة فيها نحس أنها ليست جملة حقيقية بل فيها مجاز لا نقول هذه جملة مجازية نقول هي استعارة أو مجاز مرسل نقول هي هذه الجملة لما نشرحها طبعا نقول هي مجاز مرسل أو هي استعارة إذا قلنا مجاز فمن باب الغالب من باب الغالب لكن الأفضل أن تقول هي مجاز مرسل إذا كانت العلاقة بين اللفظ الحقيقي إذا جئنا بلفظ واستعملناه في غير معنى ما هي العلاقة بين اللفظ الحقيقي والمعنى الذي استعملناه نحن إذا كانت العلاقة بينهما مشابهة فهي استعارة صريحية أو مكنية إذا كانت العلاقة ليست مشابهة فهو ليس مجازا أو ليس استعارة بل هو مجاز مرسل إذن نعيد تسجيل أكثر من مرة حتى يستطيع الإنسان أن يفهمها هذا الموضوع أسأل الله تعالى أن أكون وفقت في هذا الموضوع إذا لم أوفق أو إذا كانت هناك ملاحظات فلابس ببعض من التعليقات أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أخوكم عبد الحميد مرابطة وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر